كل شي عدتنا الى جواب واني اجاوبك عليها ما يحتاج تروح الرئيس الجمهورية والرئيس الفلاني كلها يا امي راح اجابك والله احنا نتظر موافقات رئيس الجمهورية يابا رئيس الجمهورية ايش ما توقع الكوه الميزانية الدولة وكل هالاختيالات موجودة وين شغلكم وين شغلكم غير نفتهز احنا ما عدنا عمل قبل الاختيال عدنا كل العمل بعد حدوث الواقعة بعدها من يقع المحظور من يقع المحظور بالضبط فعني خلي عدد لك الاختيالات اللي صارت خلال يومين موها اليومين يومين سابقة او هي مستمرة بالمناسبة يوميا يعني بدأت باختيالات اقرباء السيد هادي العامري ثم اغتيال ايسر الخفاجي في الحلة ثم انتقلنا الى الكوت واختيال شقيق احد الضباط وجرح الضباط ثم عدنا الى بغداد مرة اخرى في محاولة اغتيال فخري المولى ثم ذهبنا الى النجف اليوم في يعني رمي زجاجة حارقة هذه اسبابها اولا من امن العقاب اساء الادب هذه اولا اولا كثير بالمناسبة نرفق معها عملية الهروب اللي حتت بالبصرة الفضيحة الكبيرة لأحد المجرمين اللي التحق بنور زهير فهذا من امن العقاب اساء الادب لانه ببساطة اليوم اقتل انت اقتل وتعرف انت رح تنحكم سنة او سنتيا ويحلها الف حلال اكيد رح تترتب لك فد وضعية معينة فد نوع من الامور العشارية اللي تدخل بالعراق وبعدين تطلع فما اكو مشكلة في هذا الموضوع لكن انت دينفذ حكم الاعدام بعد ما ان يقرر الحاكم بانه هذا قتل فلان او اقتال فلان يُعكم بالاعدام ويصعد للتمييز وينزل اعدام ونفذ حكم الاعدام قدام العالم يعني خليوا عرفون العالم انه تنفذ حكم الاعدام والله فلان انعدم فلان انعدم لينقتل فلان يعني احنا يعني بهالحالة الكل رح يصير عده رادع يقول لك يعني الموضوع صار حقيقة ونالك اعدامات يعني ديعدمون ثقوة اعتقد ثمانين بالمئة من هاي الحوادف رح تغتفي لكن ايضا القياداتنا الامنية يعني الاخواناني صار مبتين بقناتين اطالب بعادة تقييم القيادات الامنية يعني انت تقول لي الكاميرات يقال بي انه تقريبا اكتملت وهاي صارت قصة الكاميرات هاي واحدها قصة يرادلها لقاء كامل ودفعنا فلوس اذا تذكر اللي بالعراق ويوقفوك بالسيطرة دافع 15 الف منصة قرب اغداد لو لا وطلع 15 الف تطيهم والنتيجة ما تعرف كاميرات كثير من حوادث اغتيالات ما تعرف الكاميرات وين توصل على رغم انه محاولة اغتيال فخري كريم بالمناسبة يعني انا لدي تحليل خاص اليه لكن احنا نتكلم على موضوع اكبر من عملية الاغتيال عملية استسهال قتل الناس استسهال قتل الناس هذه المشكلة هذا مين جاي بسلاح مين جاي برشاشات وين العمل على هذا الموضوع يا عمي والله العظيم يعني يعتصرنا الالم عندما نرى مثل هذه الخلقات الامنية يعني انت عندك اسمح لي يعني عندك قائد عام رئيس الوزراء ده يشتغل الرجال خوما هو واحد يصير هو قاعد امني هو باستخبارات امن هو وزير داخلية هو وزير فلان هو ابو الامن الوطني لا هذول الناس اللي هم مواجباتهم الرجل عده مشاكل يعني انت تخيل يعني في اخر لقاء ويا قال قال انا سألته يعني في الموضوع قال تخيل انا وصيتي لمرحلة اجتمع بالمدراء العامين بالمدراء العامين يجتمع ازيل لعد انتو شنو واجباتكم هو واجبة هو يجتمع بالمدراء العامين لعد انتو شنو واجباتكم غير افتيم كل واحد دي اقل له راتب 10 ملايين و 15 مليون وعدك مليون ونص عنصر امني كل واحد ياخذ راتب فوق المليون ونص الكوه الميزانية الدولة وكل هالاختيالات موجودة طيب ما مقبول هذا الكلام ما مقبول وين الملفات وين الدراسات وين العمل الاستخباري وين العناصر الاستخبارية اللي تشتغل بالشارع وتقول فلان ترى بسلق وهذا هو سؤال استاذ سرمد يعني حضرتك عددت مجموعة من محاولات الاختيال واشرتها ايضا الى هروب سجين من البصرة وكذلك يعني اطلاق او عبوة ناسفة او حارقة على منزل نائبة وكذلك حماية نائب تطلق النار في الهواء تروع المواطنين وبالامس رأينا شخصية عسكرية تسير عكس الاتجاه وتتسبب في حادث يعني هل ما يحصل سببه فعلا تعدد مصادر القرار الامني انت حضرتك شر اين الاستخبارات اين المخابرات اين الاجهزة الامنية الاخرى ومشاكل شوف هي هاي هاي اول ما اجي السوداني اول ما اجي بعث علينا ورا ثلاثة أيام والله قلت لي يا دولة الرئيس يجب تحديد مساحات عمل الاجهزة الامنية هسا المخابرات هذه خارج الامن الوطني داخل استخبارات داخل استخبارات العسكرية على داعش خلت تشتغل زين يعني تحديد عمل مساحاتهم مكافحة الترهاب هذا واجب واضح الحاجز الشحبي هذا واجب واضح زين احنا من جوي ناس ما اعرف قاني هل يعني يعني افتهم حتى السياسة دخلت بالقيادات الامنية خلوا فلان واحد على فلان جهة وخلوا فلان واحد على فلان جهة اذا وصلت تشترى خربت خربت خلي اسمعني السيد القائد العام اذا وصلت بهالسيطرات والهالي لانه انا اليوم انا كمقيم هسا الان كخبير امني يسموني خبير امني زين انا من اجي اقيم يقول تعال قيم في بحث موضوع الامن في العراق انا من تجي موضوع الخدمات العمار كله ممتاز ممتاز اجي موضوع الامن تعالوا ابابا انتو الامن عندنا خلل لي اكو اختيالات بالشارع خلصنا من داعش طلعتنا الاختيالات عندنا اردفتي بالسيد القائد من قاعد ولا مص فزاري الامن الوطني Ranaut وقاعدين بالقيادات الامنية من يسألهم تعرفوا شو الأجوبة أنا راح أقول لك والله فلان اختالوا لي أن يطلبوا فلان وفلان اختالوا لي أن عداوية فلان بابا هذي اسمعوني زين مهما تكون للأسباب يسمى قرقا أمنيا افتهمتوا هذا الوضع لو لا يسمى قرقا أمنيا إذن شون استسهل فلان أن يختال فلان أو يختال شخصيتين بنص قرية أمام العالم شنون قدر ذاك يخطف أيسر الخفاج وروح يكسره ويكتله ويذبه بالطريقة السريعة شنون سيارة تيجي تعرضي فغري كريم وكل يتنشفناها بالفيديو ويرمع لي حتى لو كان ما مقصود قتله سواء عن تهديده أو شيء طلقات أجيتي بالبنيد بالمحرك بالهادي لكن سيارة وقفت عرضت بالنص وأكورت له منطقة مزدحمة هاي شنو هذه هذه ما عرفاني أنا أنا طالب القائد العام يدز عليهم تعالوا أنت وين شغلكم وين شغلكم غير نفتهم نفتهم شنو الوضع شنو ثم أذهب إلى وزاة العدل يش ما تفضلون حكام الاعدام راح يجاوبك شوف كل شيء أدنى إلى جواب كل شيء أدنى إلى جواب وأنا أجاوبك عليها ما يحتاج أن تروح الرئيس الجمهورية والرئيس الفلاني كلها يا أمي راح إجابك والله إحنا ننتظر موافقات رئيس الجمهورية يابا رئيس الجمهورية إيش متوقع والله أنا موقع على حقوق الإنسان بابا يا حقوق الإنسان إحنا حقوق الإنسان الجريمة عندك دا تزداد القتل دا يزداد الخروقات الأمنية دا تزداد وفي النهاية أستاذ سرمد يعني فعلا كما قلت من أمين العقابة أساء العدب أستاذ سرمد للبيات الخبير الأمنية والستراتيجي كنت معنا من بغدار شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر